بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليب إن شاء الله في هذا الدرس رح نتكلم عن بعض الحفوريات المتحجرة يعني إن شاء الله رح نستمتع مع ثلاثين أو أربعين عينة في هذا الدرس ونحاول يعني نختصر الموضوع ما نتطول عليكم نحتاج ابتداعا إلى المجهر رقمي ثمت الحفور المجهر رقمي طبعا أنا وصلت المجهر في الشاشة يعني ما يحتاج أشتغل على هذه الشاشة طبعا عندي مجموعة عينات مجموعة حليب ونحن في حصن ونعودها كلها على الشاشة مجموعة مجموعة ونحن نفحصنا ونعودها كلها أمرعا عن عينات أعمارها من 490 مليون سنة الى 60 مليون سنة من العصر الديفوني الى عصر الطبشيري متأخر طبعا هذه العين عبارة عن جسد بسيط من جدع شجرة طبعا عينه متحجرة بالكامل الجسد مصب جدا نحاول نكمل و نشوف طبعا حصل قدام الخلايا المعدنية في الخلايا الحيوية الجسد قد يصل عمرها الى اكرب من 60 مليون سنة من العصر الطبشيري ننتقل الى العينة الاخرى هذه العينة ايضا من اسمر العينات تعتبر من النباتات بسا خسية كما تلاحقون في اوراق بسيطة جدا مطبوعة طبعا هذه العينة وصلت الى مسترانة طبعا نحاول نكمل و نشوف كما تلاحقون هذه مرقة هذه المرقة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حاتم تقريبا من 20 إلى 25 ملي هذا أيضا تعتبر جزء من شجرة متحجرة يصل عمرها إلى 65 مليون سنة في باب الخطوط التي تدل على عمر هذه الشجرة طبعا كل خط يعتبر السنة من عمر هذه الشجرة عمرها من عليهم ونحسب الجهاز حسب عمر الملاباتات لأنه يحسب عدد الخطوط طبعا الجهاز تقريبا في بعض الخطوط يعني مدى موجهة مع بعض حسنا فلطبت من العينة تجرينا صباحا تجدت تاخذ منها معلومات كثيرة جدا ننتقل الى العين الاخرى هذه الجزر من شجرة وعتبر خشب متحجر من عينة الجميلة قد يصل عمرها الى 120 مليون سنة بداية حصر الطمشيلي مثل ما تلاحظون تشوفون الحصر البسيط لتراكمات المعادن بخشب متحجر تحضر ملتقل تحضر ملتقل الى العين الاخرى المنزل نذهب إلى العين الاخرى طبعا هذه العين عبارة عن أسنان أسناق قرش متحجرة مثل ما تلاحظون بحاجم تقريبا نشوف 12 إلى 13 إلى 15 ملي مثل ما تلاحظون نعتبر هذا السن واحد فقط في أسنان ثلاثية طنائية وأحدية بدأ يصل عمر هذا السن إلى 480 سنة بداية عصر أسماق القرش نحاول نكبر تابعون مجددا في بعض من الدم المتحجر مثل ما تلاحظون فعر أن دم تحجر حصل جدا وتآكل في الجوارب مثل ما تلاحظون حاد جدة يعني ممكن إذا افترق شيء يتمسر بسرعة لا ذهب إلى العيلة نوفر طبعا هذه العيلة عبارة عن أسنان سمكة سمكة بحرية ضخمة جدا بحجم الغرفة تقريبا في أنواع بحجم الغرفة وفي أنواع يعني أحجمهم متواصل طبعا عادة هذا النوع من الأسماك يكون سام مثل تفهمون أبس سن فقط يصل عمرها إلى ثلاثمائة مليون سنة إلى ثلاثمائة وعشرين مليون سنة قد يصل عمرها أيضا إلى خمسة سنتين مليون سنة من العصر الطبشيري العصر مثلما تفهمون عادة أن يكون هذا النوع من الأسماك الضخمة سام جدا طبعا مثلما تفهمون فيه طرقة مصيبة نحاول نكبر ونشوف يكون هناك طرقة مصيبة جدا في طرقات مصيبة جدا في طرقات مصيبة جدا في طرقات مصيبة جدا طبعا هذا السن هذا السن يمكن أن يكون من الأنواع أكسوس من الأسماك الضخمة في طرقات مصيبة جدا من الأسماك الضخمة التي تصبح من الأسماك الضخمة انها ملاحظة من الأسماك الضخمة وملاحظة أكبر في طرقات مصيبة جدا من كم عدتلسنا؟ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 14 16 16 17 18 19 20 ننتقل للعينة الأخرى دائما العينة أنا أسماك الفرش النمر أسنان منشانية عدد الأسنان تقريبا 1 2 3 4 أربعة أسنان صغيرة جدا في هذا الجانب وصن طويل في الوسط وفي أسنان هنا ثمان أسنان في الجانب الآخر الآخر يعني عددت تقريبا 13 سن قد يصل عمر هذه العينة إلى 350 مليون سنة نحاول نكبر الأسنان نشوف نحاول نكبر الأسنان نشوف نحاول نكبر الأسنان نشوف تعتبر من الأسنان المنشارية يعني لو حجمت على أي نوع من أنواع الكائنات الحية ممكن يعني تقطع جسمها بالكامل في ثوان تنفح نوع في بعض من الكسور البسيطة من جوانا ممكن هذه العينة تكون أكثر من العينة السامقة نتحب إلى عينة أخرى تعتبر هذه من اللباسات البحرية التي تعيش التي كانت تعيش قبل 320 مليون سنة طبعا كما تلاحظون يوجد بعض من الخطوط البسيطة قد يصل طولها تقريبا إلى متر إلى ثمانين سانتي مخططة من جوانا متل ما تكلمنا مسبقا قد يصل عمورها إلى 320 مليون سنة في بعض العلماء قالت أن هذا النوع طلب بشكل نهائي في بعض العلماء أيضا طالت أن بعض من هذا النوع فارع من فروع هذا النوع ما بعد يوم طلب فما تكشي أعماق البحر أعماق أعماق في قاع البحر يعني قد يصل إلى ألف متر أو ألثين متر قد يصل إلى ألف متر محطة شخص فقط في تمواجات بسيطة رح نكبرها الآن اشتركوا في القناة نخمط لكم ونعمل تدر على وجود في الجدد من المصد من المخطط تمت رحكم محبين هنا مفتحتنا الشعر ننتقل الى العين الاخرام المخطط تم تحديد ستحديد المخطط 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 نصر عمرها الى 240 سنة تشبه ايضا نوع من نوع نجوم البحر بس ليست نجمة البحر تشبه جيدا شبه ايضا ايضا تشبه وصيدة تنظر تكريب جيدا تم تقليل ننتقل الى العين الاخرى اشتركوا في القناة